وردا على مجزرة النصارات خلال عملية تحرير الرهائن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عباس أكد أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على وقف فوري لإطلاق النار واعتبر عباس أن إسرائيل تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي مستغلة الصمت الدولية والدعم الأمريكي للاستمرار في جرائمها من رحم الله أرحب بسعادة السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لعلاقات متعددة الأطراف مرحبا بك سعادة السفير يعني انطلاقا من هذه القطوة ما هي الخيارات المتاحة للسلطة الفلسطينية وهل ستجدوا أذن صاغية إذ نادت بعقد هذه الجلسة طبعا الجلسة ستعقد هذا بالتأكيد ولكن الأذن الصاغية هي إجبار الدول وتحديدا أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت توفر الغطاء لهذا العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني أن تتوقف عن ذلك وتأخذ إجراءات مخالفة لما تقوم به الآن المطلوب هو رفع وطيرة الضغط الدولي من خلال قرارات إما من مجلس الأمن وإما على مستوى الجمعية العامة ومتابعة تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إجراءات احترازية حتى يتم وقف هذه الجريمة الواضح ومن الواضح لنا منذ اللحظة الأولى أن إسرائيل لا تنوي التوقف عن حملة الإبادة الجمعية التي تقودها ضد شعبنا وهي مستمرة بذلك واليوم المطلوب هو إجراءات مضاعفة نرى ما تقوم به الحكومة لكن استنادا على ماذا سعادة السفيري يعني المواقف الدولية حتى الآن فقط من الدول العربية التي أدانت حتى فرنسا تحدثت عن تحرير الرهاين وشهدنا بعيدين تحدث عن ترحيل بهذه العملية دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد لعدد المدنيين الذين سقطوا مقابل تحرير أربعة رهائن يعني عشرات الفلسطينيين سقطوا وربما يرتفع العدد وبالتالي على ماذا تستندون ربما في الدعوة لعقد هذه الجلسة الطارئة يعني ما تفضلتم به هي قصة الشعب الفلسطيني ودائما هناك إنكار لمعاناته ولضحاياه هناك معايير مزدوجة تستخدم الأصل أن الإدانة العربية يتبعها أيضا إدانة لهذه المواقف الأصل أيضا أن الإدانة العربية أيضا تأخذ شكل من التعاطي مع هذه المواقف بمواقف وردات فعل جدية تثبت لهذا الدول أن الدم العربي والدم الفلسطيني هو ليس رخيص كما يحل لهم التصرف الأصل أن نضاعف من مجهودنا على المستوى الدولي ضد هذه الدول وحقيقة هي جزء من هذه الدول تحديدا يعني الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية من يمد إسرائيل بالسلاح والغطاء السياسي أصبح لزاما علينا ربما أن نأخذ أيضا مواقف على كافة المستويات التجارية والسياسية والديبلوماسية وما إلى ذلك إذا لم يحصل ذلك لم تشعر هذه الدول بأي مسؤولية ولكن دعني أقول الثاني أن جهودنا على الساحة الدولية أصبحت تؤتي أكلها وإسرائيل تصابق الزمن اليوم تحاول أن تتم إجرامها ومجزرتها ضد الشعب الفلسطيني وإبادتها الجماعية وكذلك جرائمها على مستوى الضفي هذه لم تعود حتى تغطى من شاشات الأخبار اعتداءات المسلطنين وحرق القرى على مدار الأسبوع الماضي حرق أكثر من قرية في فلسطين ويعني هذه أصبحت مسألة عادية ولكن إسرائيل تصابق الزمن لأنها تدرك أن ورقة التوت التي كانت تتغطى بها وكل الغطاء الدولي الذي كانت توفره الولايات المتحدة وغيرها لم يعد متوفر لإسرائيل وأصبحت إسرائيل اليوم ولجمها هو يعني يوازي بقاء واستمرار النظام الدولي القائم على القانون والشرعية الدولية لأن إسرائيل بكل ما تقوم به تدمر هذه المنظومة ومواقف الدول التي لا تتصق مع متطلبات وشرعية القانون الدولي ومرجعيات الأمم المتحدة وغيرها أيضا تدمر هذه المنظومة دون أن تدري وهذا ما ندعو إليه لذلك لن نعفي مجلس الأمن أو غيره من مسؤوليته حتى لو لم ننجح حتى لو كان هناك فيتو أمريكي يجب الذهاب في كل مرة إلى مجلس الأمن مجلس الأمن لم يعطى صلاحيات لكي يقف متفرجا ويجب إظهار وكشف هذه المواقف المعيبة للولايات المتحدة وغيرها من الدول نضع قرار يدين مجازر ضد الشعب الفلسطيني ويطالب وقف هذه المجزرة ومن ثم نرى مواقف الدول لماذا نغطي عليهم واجبنا أن نكشف وأن نستخدم حتى نستفيد منك ومن وجودك ومن الوقت هل بدأتهم فعليا ترتبات ما هي الآلية التي ستعتمدونها لعقد هذه الجلسة هل من خلال المجموعة العربية من خلال الجزائر التي ربما تتصدر المجموعة في هذا الطرح وبالتالي ما الفارق كما ذكرت أنت هناك فيتو أمريكي هناك ربما فقط دعوات وجلسات تعقد دون إحراز أي قرار ينجي الملايين الذين يدفعون الثمن على الأرض وبالتالي هل من آلية جديدة قد تغير شيئا ما سعاد السفير مرة أخرى نحن نستخدم كل هذه الأدوات بسبب أن هذه الأدوات متاحة وهي متوفرة وهي التي تلزم الدول بالقيام بمجموعة من الإجراءات يعني شهدنا دعنا لا نقلل أيضا من هذه الأدوات لأن ما شهدناه من مواقف من بعض الدول بما في ذلك على سبيل المثال فرنسا في المرحلة الأخيرة منعت إسرائيل من المشاركة في أحد المعارض العسكرية وما إلى ذلك من المواقف التي تطور طبعا لا توازي حجم الإجرام على الأرض هناك أدوات نعم وهناك آليات ولكن تبدأ بمجلس الأمن ويتم الدعوة لمجلس الأمن طبعا من خلال المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز كل المجموعات السياسية الداعمة والتي تقف مع الحق الفلسطيني وطبعا يقدم هذا الطلب بطبيعة الحال الجزائر والمجموعة العربية والمجموعات التي تحدثت عنها وتجري هناك جلسة موسعة ويأتي الدول للحديث ومن ثم يطرح مشروع قرار يطالب بوقف هذا الإجرام وهذه المجازر ويسائل مرتكبيها وفي حال استخدام الفيتو يمكن دائما إلى الجمعية العامة تحت بند متحدون من أجل السلام وهي الحالة التي تحل محل الجمعية العامة محل مجلس الأمن بسبب استخدام أحد الآضاء الفيتو ويمكن أيضا عرض جلسة أخرى لجمعية العامة لتبرير الدولة التي استخدمت الفيتو لهذا الاستخدام وتوضيحه للعالم هذا سؤال الناس اسمح لي سعادة السفير يقولون أن إسرائيل لا تبدو مكترثة إن حرمت من معرض عسكري ولا يعني بالأمس ممثلها في مجلس الأمن وجه الإساءة إلى من يرأس هذه المنظومة ووصفه بأنه يدعم الإرهاب وبالتالي ما الجدوى أم هذا ما تظهره فقط تل أبيب لا الأمر يؤثر عليها بالفعل ويضيق عليها القناة وبالتالي يمكن أن يفهم هذه التحركات بأن لها جدوى طبعا أي مارك هو يتصرف بالطريقة التي تصرف في إسرائيل هذه ديدا إسرائيل دائما ولكن اليوم أصبحت مضطرة أن تكشف عن أنيابها الزرقاء وتتحدث باللهجة التي يتحدث بها من دوها في الأمم المتحدة لو معدنا الساعة قليلا إلى الخلف كنا لنرى لهجة مختلفة ومحاولة إبراز أنها دولة تتصق في تصرفاتها مع القانون الدولي وهناك من كان يصوق لذلك اليوم الحلقة تضيق على هذه الدولة المارقة اليوم هذه الدولة أصبح رئيس حكومتها ووزير دفاعها اليوم أيضا في رأي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مطلوبان حتى تقر ذلك الدائرة التمهيدية في المحكمة واليوم هذه الدولة متهمة بارتكاب الإبادة الجماعية وهي أبشع جريمة يمكن أن ترتكب من قبل أي دولة اليوم كل شعوب العالم وقناتكم وقنوات أخرى تغطي حجم المظاهرات التي تخرج وتحرج هذه الحكومات البائسة التي لا تستمع لشعوبها وتدعي الديمقراطية في وقف هذه الإبادة الجماعية اليوم هناك كثير من التغير يغضب إسرائيل ويجعلها تتصرف بطريقة مجنونة والجنون الذي نراه على الأرض هو انعكاس أيضا لهذا الواقع نعم إسرائيل تتأثر وهذه الحلقة تضيق وستضيق أكثر وستصل إلى مرحلة يفرض فيها عزل كامل لهذه المنظومة البائسة الاستعمارية العنصرية والقاتلة والتي سيساءل مسؤوليها عاجلا أم آجلا على جرائم يعني كيف تتحرك السلطة الفلسطينية في المقترح الأخير وواضح أن إسرائيل تقول أن مشكلتها اليوم التالي وبقاء حماس ومسألة المعابر أيضا وإمكانية إدارة السلطة الفلسطينية لذلك هل من تحركات يمكن أن تكشف لنا عنها سعادة السفير في هذا الاتجاه يعني أعذرني أنا لست مطالعا على هذا الملف ولكن هناك مواقف مبدئية لدى السلطة نحن لدى الحكومة الفلسطينية حكومة دولة فلسطين هي مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني وكل الأرض الفلسطينية وهي جاهزة لتحمل مسؤولياتها ونحن منخرطون بكل الجهد الدولي الذي يفضي إلى أولا وقف هذا الإجرام وتأمين الإغاثة لشعبنا المنكوب في قطاع غزة وأيضا وقف الإجرام في الضفة الغربية ومن ثم الانتقال إلى تحمل مسؤولياتنا كاملة نحن جاهزون ومستعدون وقلنا دائما أننا جاهزون وإسرائيل تسعى جاهدة لتدمير كل الأسس الشرعية الفلسطينية وتسعى لتدمير وجود الحكومة الفلسطينية على الأرض وتمنعها من التحرك وتحجز على أموالها وتحاصرها وما إلى ذلك طبعا الحصار أوسع من ذلك مع الأسف ولكن حقيقة الأمر أن كل ذلك لن يجدي نفعا الحقيقة الباقية هي بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبقاء ممثلوه يدافع عن هذه الحقوق وصولا إلى نيلها كاملة دون نقصان ترجمة نانسي قنقر